زي ما انت قلت النهاردة 19 أغسطس وده بيوافق اليوم العالمي للعمل الإنساني السنة دي الأمم المتحدة اختارت إنها تحتفل باليوم ده تحت شعار إيد لوحدها ما تسقفش اليوم العالمي للعمل الإنساني السنة دي بيسلط الدوق على مئات الألاف من المتطوعين والمهنيين والأشخاص المتضررين من الأزمات اللي بيقدموا الرعاية الصحية العجلة والمقوى والغزاء والحماية والمياه وغير ده كتير قالت الأمم المتحدة إن الظروف العالم بيمر بيها والإحتياجات الإنسانية في العديد من الدول بتتطلب إن يكون فيه عمل وجهد مجتمعي من خلال تحالفات للمنظمات الأهلية والتنموية عشان تقدر إن هي تساعد في تقديم الإحتياجات الأساسية للأسر الأولى بالرعاية عجبني أوي اختيار شعار إيد لوحدها ما تسقفش وإيد لوحدها ما تسقفش عشان كده برضو يمكن إحنا ملتفتين للأمر ده من زباني أباسانت لأن أطلقنا أثناء الاستراتيجية الخاصة بحقوق الإنسان أطلقنا إنه هيكون عام 2022 هو عام المجتمع المدني عندنا في مصر ويه بمناسبة بقى عام المجتمع المدني وتحالفات المنظمات الأهلية إحنا هنا في مصر عندنا يمكن تجربة هي تجربة مهمة انطلقت بشكل رسمي في شهر مارس اللي فات وهي تجربة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي التجربة دي بتضم يعني في متنها أو بين طياطها 24 منظمة أهلية ده بجانب مؤسسة حياة كريمة اللي يمكن قامت بدور كبير جدا أو التحالف ده قام بدور كبير جدا في الفترة اللي فاتت في دعم منظومة شبكات الحماية الاجتماعية بالأضافة لتقديم الخدمات لأهلنا في القرى الأكثر احتياجا علشان كده السيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية في نهاية رمضان الماضي يوجه الحكومة بالنهاية تدعم التحالف ده بتسعة مليار جنيه تسعة مليار جنيه علشان يكون في عندنا دور تنموي دور خدمي يقدر يقدم خدمات فعلا حماية اجتماعية للمواطن المصري كمان يا أحمد في أول شهر أغسطس اللي احنا فيه السيدة الرئيس وجه بدعم إضافي للتحالف بقيمة مليار جنيه ده عشان إيه عشان يبقى فيه مجموعة دعم عشرة مليار جنيه عشان التحالف الوطني يطور العمل الخيري اللي بيقوم به وينتقل من فكرة المساعدات العينية لنشاط تشغيلي طيب ده معنى إيه؟ ده معنى أنه بيوفر للأسر المحتاجة فرص عمل حقيقية فرص تشغيل تناسب قدراتهم وتقدر أن يتوفر لهم دخل مناسب بسعيدهم على تكاليف المعيشة ويكون للجماعيات الأهلية دور اقتصادي ملموس في زيادة دخل المواطن الأولى بالرعاية والدور ده بس أنت إحنا لمسنا بالفعل وإحنا بنتكلم على تحالف بيضم في قوامه أو في الأساس الخاص بإنشاء وبنتكلم على 24 جماعية من الجماعيات اللي كلها لها تجارب نجحة كلها جماعيات يمكن كان لها دور بارز في مساعدة محدود الدخل في كل القرى والمناطق الأكثر فقرة وإحتياجة علشان كده بيكون في حالة من حالات التنوع في الخدمات اللي بيقدمها التحالف ده يعني مثلا على سبيل المثال بيكون في دعم نقدي دعم غزائي بيكون فيه كمان رعاية صحية ورعاية طبية وكمان خدمات تعليمية ومساعدات اجتماعية للأسر الفقيرة والأسر اللي يمكن فيها حالات من حالات الأيتام وذوي الهمم علشان كده التحالف هو تجربة مهمة تجربة جديدة على الثقافة المصرية وبالتأكيد الدور المحوري اللي بيقوم بقطاع المجتمع المدني في مصر هو دور هام جدا في الفترة الحالية وفي ظل يعني حدثنا عن مش بس كمان اليوم العالمي للمجتمع المدني نحن بنتكلم كمان على السنة أو العام هو عام المجتمع المدني في مصر علشان كده لازم نفتكر ونتذكر حاجة واحدة بس وهو شعار اليوم ده وهو ايد لوحدها ما بتسقفش نصبح على حضراتكم صباح الخير يا مصر